لا يختلف عن سابقيه إن لم يكن نسخة عنهم فآلية المحاصصة التي جاءت به هي ذاتها التي جاءت بأسلافه الذين سطروا مآثر الفساد والفشل والدمار في عراق نبتلي برؤساء حكومة إذا وعدوا أخلفوا وإذا قالوا لم يفعلوا وإذا اؤتمنوا كانوا مثالا للخيانة جاء مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة بعد صراع بين أقطابها سمي توافقا وشكل حكومة محاصصة بامتياز ليخرق أول تعهداته قبل أن تتوالى الخروقات فلا هو شرع بمحاربة الفساد ولا هو تحرك خطوة في طريق حصر السلاح بيد الدولة أما عن عوده بحماية المتظاهرين ومحاسبة قاتليهم فساحات الاعتصام كانت شاهدة في الأسابيع الماضية على مزيد من عمليات القمع التي شنتها القوات الحكومية والميليشيات لم يقف الأمر عند هذا الحد فتصريحات الكاظمي بخصوص الحفاظ على رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم المساس بها ما لبث أن تكشف زيفها مع عمليات الاستقطاع التي طالت رواتبهم ليدفع ثمن سنين الفساد والنهب الذي مارسته الطبقة السياسية ولا تزال واليوم يتعهد بإعادة النازحين لديارهم فهل سيفي بوعده ويقف بوجه الميليشيات التي تمنعهم من الرجوع هنا يسمع صوت امرأة موصلية تلاحق الكاظمي فوق جسر الحرية تدعوه لإنقاذ مدينتها من الدمار الذي تعيشه لكن يبدو أن الرجل لا وقت لديه ليسمع أو لا يريد أن يسمع فقد تعود أن يقول فقط يشيح رئيس الحكومة بوجهه بعيدا عن المرأة وعن الموصل كلها رسالة مبكرة يفهم منها مصداقية تصريحاته بإعادة الحياة إلى المدينة أو إرجاع النازحين الذين تقطعت بهم السبول وما عادت الوعود تعني لهم شيئا لأنهم سمعوا منها الكثير ست سنوات من التشرد والنزوح حكومات مرت وبرلمانات تعددت ولا تزال مأساتهم تراوح مكانها لأن سلطة فوق سلطة الدولة وخارجة عنها لا تريد لهم العودة لأن بلدهم الذي هجروا فيه لا يملك من أمره شيء تأتيه الأوامر من الخارج وما على القائمين عليه سوى السمع والطاعة ترجمة نانسي قنقر